بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلبة أسعد الله وأوقاتكم بكل خير وأهلا وسهلا بكم وفي لقاء جديد مع الفصل الثاني والذي هو بعنوان طرق ومناهج البحث في علم النفس النفس إحنا عرفنا أنه علم النفس هو كعلم وبالتالي طالما أنه علم إذن هناك منهجية للبحث في هذا العلم أي علم بشكل عام له طرق ومناهج في البحث فيه أول هذه الطرق هو تحديد موضوع البحث كيف بدنا نحدد موضوع البحث ثم تحديد إشكالية البحث ثم تحديد فروض أو فرضيات البحث ثم اختيار عينة البحث ثم أدوات البحث ثم النتائج وتفسيرها هناخد كل وحدة على حدة تحديد موضوع البحث إذن علشان نبحث في أي موضوع لازم يكون عنوان لهذا الموضوع في إيش أنا بنت أبحث ما هي الظاهرة اللي أنا بدي أدرسها هل هي مثلا أدرس ظاهرة العنف عند الأطفال هل هي تشوف السلوك التوكيدي عند المراهقين ظاهرة التعصب التمرد أي ظاهرة قياس نسبة الذكاء الكفاءة الاجتماعية فعليت الذات كل المظاهر السلوكية والمظاهر الانفعالية العاطفية الوجدانية أي مظهر من المظاهر أنا بدي أدرسها فأنا بحاجة إلى عنوان لهذه الدراسة بعد ما حدد موضوع البحث عنوان هذا البحث بتحدد إشكالية هذا البحث ليش أنا بدي أتطرق إلى هذا النوع من البحث فأسأل أسئلة علشان أجاوب عليها هذه الأسئلة تكون سؤال رئيسي ينبثق منه أسئلة فرعية ونضع فرضيات بنقول مثلا أنه التحصيل الدراسي ناتج عن اللي هو الذكاء أنه الذكاء سبب في التحصيل الدراسي فبنيجي بندرس بنحط أسئلة بنسأل حالنا أسئلة أنه هل أنه في أثر للذكاء على التحصيل الدراسي ولا مفيش وبنحط فرضية بنقول آه الذكاء له أثر وبنحط الفرضية المعاكسة بنقول لا الذكاء ملوش أثر وهكذا وبنقيس من خلال هذه الفرضيات وبتم سياقة الفرضيات والإختبار هذه الفرضيات بالطرق العلمية المعروفة وبنشوف وبنطلع في النهاية بنتيجة إذن بنحدد إشكالية البحث بعد هيك بنحدد اللي هو الفروض اللي حكينا عنها وزي ما قلنا أنه مثلا كمثال الذكاء هو العامل الرئيس وراء التأخر الدراسي كلما زاد الإنسان في ذكاء وكلما كان تحصيله الدراسي مرتفع وكلما انخفض ذكاءه انخفض تحصيله الدراسي هاي فرضية فرضية ثانية مثل عدم تعاون أسرة الطالب هو سبب التأخر الدراسي لديه إذن التنشئة الأسرية هي سبب التأخر في اللي هو الدراسي إذا كانت تنشئة سيئة وإن كانت تنشئة إيجابية فلا يكون هناك تأخر الدراسي هاي فرضيات أضعها وأختبر هذه الفرضيات وأرى إن كان هذه حقيقة أو غير حقيقية أربعة اختيار عينة البحث طبعا علشان أقوم بأي دراسة أو أي بحث لازم يكون في عندي ناس أقوم أشتغل عليهم أو عينة البحث المجتمع الأصلي اللي بنقوم بدراسه بنحدده بنعرف إحنا بدنا نقوم بدراسة على قطاع غزة بناخد طبعا من المستحيل نقوم بدراسة على العدد إذا كان على طلاب الجامعات مثلا ولجدنا أنه طلاب الجامعات حوالي 150 ألف لطالب من العبث أنه مثلا يعني أنه ناخد 150 ألف ونجري الدراسة عليهم فنقوم باختيار عينة عينة ممثلة لهذا المجتمع اللي بنقوم بدراسته الناس اللي بنقوم بنجري عليهم الدراسة بنسميهم مجتمع الأصلي بناخد من هذا المجتمع الأصلي عينة عينة يعني عدد معين منهم بناخده ووفق طبعا طرق لاختيار العينة وهذا العينة بتكون ممثلة لهذا المجتمع افرض أني بدي أعمل خلينا نخرج برا المجال العلم النفس بدي أعمل دراسة عن الصخور صخور في جبل الشيخ لنشوف نوعية الصخور اللي موجودة في هذا الجبل وندرس الخصائص خصائص هذا الصخر من غير المعقول أنه نقوم على الجبل كله ناخد صخور الجبل كله ونقوم نجري عليها دراسة نأخد عينة من هذه الصخور ونجري عليها الدراسة بدنا نفحص جسم إنسان بدنا نشوف الدم عنده مدى قوة الدم هل في أمراض في الدم أم لا من غير المعقول أنه نقوم بأخذ كل الدم اللي في جسم الإنسان علشان نفحص وإنما نأخذ عينة من هذا الدم نفس الشيء في الدراسات التربوية والدراسات النفسية والدراسات العلمية بشكل عام نحدد المجتمع نحدد المطلوب دراسته ونأخذ منه عينة هذه العينة تكون ممثلة لذلك المجتمع خمسة لابد أن يكون هناك أدوات نقوم من خلالها ب جمع المعلومات وبتطبيق الدراسة هاي الأدوات مثل ممكن الاستبانة الاستبانة هذا عبارة عن أسئلة يتم وضعها بدقة وبعناية ومن خلالها يتم اللي هو طبعا استجواب أو سؤال المفحوص فهو يقوم بالإجابة عن هذه الأسئلة ومن خلال هو بعد إجراء طبعا جمع البيانات هذه وإجراء العمليات الإحصائية نتوصل إلى النتائج ممكن يكون عن طريق الملاحظة ولاحظ سلوك طالب أو معلم أو موظف أو أيا كان من خلال الملاحظة ممكن من خلال المقابلة ممكن من خلال طبعا اللي هو اختبارات التكاء وهكذا أخيرا طبعا بنشوف اللي هو النتائج وتفسيرها بنطبق أدوات البحث يعني في عنا دراسة بنشوف ماذا أثر شيء معين على شيء معين فنجد أنه بنوزع استبانة بندرس أسئلة هذه الاستبانة بنحللها إحصائيا بنخرج ابنتائج ممكن نلاحظ ملاحظة سلوك عدواني لطفل ما من خلال الملاحظة نشوف هل عنده هذا السلوك أو لا ممكن من خلال المقابلة نسأل أسئلة هاي المقابلة ممكن من خلالها نستدل على المعلومات اللي بدنا إياها لإجراء البحث ممكن نعمل اختبار للذكاء وبناء عليه نقيص مستوى الذكاء عينة معينة مثلا بعد هيك بعد من طبق أدوات البحث بنجمع المعلومات بنحللها يقوم البحث بعرض ومناقشة النتائج التي تبرهن على صحة الفرض مع وضع التفسير ممكن نثبت الفرض صحة الفرض أو عدم صحة الفرض اللي احنا فرضنا طبعا نستعين بالنظريات والمدارس والاتجاهات العلمية وبنقارن النتائج اللي بنحصل عليها بالنتائج اللي حصل عليها آخرون في بحوث أخرى وحيث أن الباحث في علم النفس يسعى للوصول إلى فهم أفضل للإنسان فهذا يطلب دراسة الأفراد والخبرات ودراسة العمليات اللي بتأثر في شخصياته بشكل عام الباحث في علم النفس يهدف إلى تحديد الخصائص الجسمية والنفسية للأفراد في مراحل عمرهم المختلفة إذن هين بعد ما شفنا هان بدنا نشوف الهدف من اللي هو البحث في علم النفس الهدف هو تحديد تحديد الخصائص الجسمية والنفسية للأفراد في مراحل أعمارهم المختلفة ووصف هذه الخصائص يهدف الباحث في علم النفس أن يحدد إيش الخصائص النفسية الفرد إيش خصائص الجسمية أيضا بحدد الفروق الجسمية والنفسية بين الأفراد أول شي بحدد الخصائص وفروق ليش هذا ذكاء ومسلا تأثير الذكاء الفروق الفردية ليش هذا فيه عنده ذكاء هذا ما عنده ليش هذا الإمتاز بخاصية معينة هذا ما لا يمتاز فيها بندرس الأحوال والخصائص والسمات الشخصية لكل شخص وبين كل شخص وشخص بنشوف الفروق الفردية اللي بناتهم أيضا يهدف الباحث في علم النفس إلى تجميع بيانات معيارية عن الفرد اللي بتظهر عنده بعض أنماط السلوك الخاصة مثلا يتصف شخص ما بسلوك العصبية في عنده سمة سمة العصبية هذه السمة بنجمع عنها صفات وبنقول الصفات اللي هو العصبي 1-2-3 واحد منطوي صفته 1-2-3 واحد يعاني من اكتئاب واحد يعاني من مرض نفسي من الطراب نفسي واحد يعاني من كذا واحد عنده دافعية مختلفة عن أقرانه فبنشوف صفاته فيها وبنحدد معايير عشان نقول عن فلان كذا يكون في معايير هذا هدف من أهداف علم النفس التحقق من مدى عمومية مبادئ النمو معروف كل فترة من فترات الحياة وكل مرحلة من مراحل النمو إلها خصائصها اللي بتميزها مرحلة الطفولة بأقسامها سواء مرحلة الجنين والطفولة المبكرة الطفولة المتوسطة الطفولة المتأخرة أو مرحلة المراهقة سواء كانت المبكرة أو المتأخرة أو مرحلة الرشد أو مرحلة الشباب أو مرحلة الشيخوخة كل مرحلة من مراحل النمو لها خصائصها فعلم النفس يهدف إلى يشوف مدى هذه الخصائص معممة على تلك المراحل أم لا أيضا يهدف علم النفس إلى تجميع البيانات اللي بتوضح التأثيرات المتعلقة بالوراثة وتلك الخاصة بالبيئة في عنا وراثة وفي عنا بيئة بنشوف الخصائص اللي إلها علاقة سببها كان الوراثة وبنشوف السمات أو الخصائص اللي سببها كان البيئة أيضاً بنحدد العوامل والأسباب اللي بتأثر في السلوك الإنساني السوي وغير السوي بندرس السلوك الإنساني السوي وبندرس السلوك الإنساني غير السوي لكل منهم عوامل وأسباب تؤثر في هذا السلوك أيضاً يبحث له علم النفس فيها أيضاً التزويد بالمعلومات والمبادئ والمفاهيم والأساليب والإجراءات التي تساعد في حل المشكلات السلوكية والشخصية لدى الفرد بنلاحظ أننا في أهداف العلم النفس طب ممكن رباً سائل يسأل إحنا أخذنا أنه بشكل عام علم النفس إلو أهداف ثلاثة هي الفهم والتفسير الهدف الثاني هو التنبؤ والهدف الثالث هو الضبط والتحكم وهذا هو هدف أي علم في الكون أي علم إلو أهداف الثلاثة الفهم والتنبؤ والتحكم لو شفنا الأهداف هاي سنجدها تحت هذه المضلة نفهم ونفسر لاحظوا في فهم وتفسير وفي تنبؤ علشان نحل المشاكل السلوكية والشخصية لدى الأفرد طيب طالما أننا نتكلم عن مناهج البحث المستخدمة في علم النفس سوف نتطرق إلى أنواع هذه المناهج إحنا يعني في هذا المصاق راح نتكلم عن أكثر من منهج نتكلم عن المنهج الوصفي وراح نحكي عن المنهج التجريبي سنحكي عن المنهج الارتباطي والمنهج الكلينيكي وعن المقابلة الشخصية وهناك طرق أخرى لو بلشنا في المنهج الوصفي نجد أن المنهج الوصفي له أدوات أدوات ثلاثة ملاحظة العلمية والطريقة الطولية والطريقة المستعررة قبل أن نتطرق إلى أدوات هذا المنهج بدنا نحكي عن شو يعني المنهج الوصفي يقوم المنهج الوصفي على الوصف الملاحظة ملاحظة العلمية من خلال هذه الملاحظة نقوم بالكثير من العمليات العلمية والبحثية من خلال هذا الوصف طيب ليش بنوصف لأنه لدراسة الأبحاث في خطط للبحث هاي الخطط نقوم بوصفة وبناء عليها طبعا نقوم بالي هو استخراج النتيج طبعا في عمليات تحليل تفسير تنبؤ مقارنة كل هاي من العمليات والعمليات الأخرى توجد طبعا في المنهج الوصف إذن بنجمع معلومات زي ما حكينا اللي هو الطرق اللي هو البحث في علم النفس بنجمع اللي هو المعلومات أول شيء بنحدد العنوان الموضوع اللي بدنا إياه بعدين بنحدد اللي هو إشكاليته وبتم له من خلال اللي هو دراسة المعلومات المستفيدة بنجمع بيانات من خلال أدوات اللي زي حكينا زي الاستبانة وبعد جمع هذه المعلومات والبيانات بتم تفسيرها تحليل النتائج وتفسيرها والخروج بتوصيات طيب المنهج الوصفية تناول ضواهر نفسية مثل اللي هو الغضب الخوف القلق بتناولها كحالة يعني ليش بيغضب في موقف معين ليش بخاف من موقف معين ليش في عنده بعض الأفراض عنه الفوبيا الخوف من الأماكن مثلا أو الخوف من بعض الحيوانات أو الحشرات أو الخوف من أشياء محددة أو القلق هذه طبعا شقين قد يكون قلق مرضي في هذه الحالة يسمى سمة القلق وقد يكون قلق عارض يعني شيء طبيعي أنه للطالب ليلة الابتحاني يقلق ويكون خايف شيء طبيعي أنه هذه حالة لكن هذا الشيء يمتد لدرجة أنه يعيقه عن اللي هو دراسته للمادة هنا يتحول إلى سمة ويتحول إلى اضطراب وبالتالي تكون اللي هو وظيفة المنهج الوصفي بقيس هاي الظواهر النفسية سواء كانت حالة عابرة عارضة أو سمة متجدرة وموجودة كسمة شخصية مثل الإنسان الانطوائي هيك نوجد انطوائي خلق انطوائي يعني التربية ما كان فيه هناك تنشئة وسرية تحث على التفاعل الاجتماعي وعلى أنه يكون له صدقات وما إلى ذلك وبالتالي وجد انطوائي فهذه تكون سمة انطوائية إنسان ممكن يكون متسلط يعني بحب دائما هو يكون الآمر الناهي هو الحاكم ولا يحب أن يكون متبوع ولا يحب أن يكون تابع بل يكون هو يحب أن يتبعه الآخرين طيب إذن المنهج الوصفي يهدف إلى جمع أوصاف علمية كمية وكيفية عن الظاهرة المدرسة وطبعا المنهج الوصفي يدرس الحالة دون أي محاولة من قبل الباحث أن يؤثر على هذه الظاهرة أو أنه تلاعب في عواملها وأسبابها ويتم جمع البيانات خلال عدة أدوات وإجراءات زي ما حكينا هذه الأدوات تتمثل في الملاحظة Observation تعتبر ملاحظة طبعا المنظمة مورد مهم لجمع هذه المعلومات طبعا ممكن نستخدم كاميرات تصوير خفية ممكن غرف زجاجية خاصة من خلالها يتم جمع الملاحظات التي تساعدنا في تفسير السلوك أو الظواهر النفسية تنقسم طبعا الملاحظة إلى أربع أقسام في الملاحظة المنظمة الخارجية تعتمد على المشاهدة ويلاحظ الباحث الفرد في المواقف المتكررة طبعا كان في العالم بياجي زي ما حنشوف قدام استخدم هذا الاسلوب في رصد سلوكيات الأطفال ودراستهم بدي أرصد سلوك أطفال معينين ممكن شوف لي مكان وألاحظهم أثناء وجودهم في ساحة المدرسة ألاحظهم أثناء مثلا مخلال كاميرات توجد في الصف أشوف سلوكهم وأرصد هذه السلوكيات هذا نوع من الملاحظة المنظمة الخارجية وهناك ملاحظة منظمة داخلية تقريبا بطل استخدامها لأنها تعتمد على التأمل الباطني على طريقة الاستبطان اللي حكينا عنها في النظرية البنائية اللي هو يعني لا تعتبر هذه الطريقة طبعا موضوعية وحكينا ليش؟ لأنه تعتمد على أنه الإنسان يدرس مشاعره الداخلية ويحكي لنا عنها يشوف انفعالاته وجدانياته الداخلية ويحكي عنها وإحنا نسجلها طبعا هذه لا تخضع إلى الموضوعية وإنما تعتمد على الداتية بالدرجة الأولى النوع الثالث من الملاحظة هو الملاحظة العرضية أو الملاحظة العفوية هذه عادة ما تقوم بها الأمهات عند ملاحظة التغيرات المفاجئة عند الأطفال هذه طبعا الملاحظة ما إلها قيمة علمية لأنها أيضا ذاتية تشبه عملية الاستبطان الفرق بينها بين الملاحظة الداخلية أن الداخلية تقوم من قبل الفرد نفسه أما العرضية أو العفوية تقوم من قبل فرد آخر وفي الغالب تكون الأمهات طيب الملاحظة الرابعة هي الملاحظة الاصطناعية حيث يتم فيها إعداد البيئة المناسبة للملاحظة من خلال غرف من خلال قاعات خاصة من خلال استخدام أجهزة تسجيل زي ما قلنا مثل الكاميرات وبتم تسجيلها دون علم للأفراد موضع الملاحظة طبعا هذه تحتاج إلى أشخاص مدربين تدريب جيد هذه الطريقة الأولى اللي هي الملاحظة العلمية اللي تعتبر أداة من أدوات المنهج الوصف في الطريقة الأخرى اللي هي الطريقة الطولية شرط الطريقة الطولية هي عينة صغيرة وقلنا إيش يعني عينة عينة يعني جزء من المجتمع المراد فحصه ناخد طبعا عينة صغيرة لا تتعدى الخمسة أشخاص هذا في الطريقة الطولية الطريقة الطولية عينتها صغيرة لا تتعدى خمس أشخاص سيبقى حشوف الطريقة اللي بعدها اللي هي مستعرضة عينتها كبيرة قد تصل إلى المئات إذن الفرق ما بين الطريقة الطولية والطريقة المستعرضة هو فيه اللي هو العينة نمر واحد ثم فيه اللي هو الزمن في الطريقة الطولية يقوم الباحث أو الباحثين بدراسة الظهر السلوكية ومتابعتها عبر زمن طويل يمتد إلى سنين بناخد لنا خمس أشخاص بنتبعهم بنشوفهم في الصف الأول المتدائي وبنشوفهم في الصف الثاني الثالث الرابع ونضلنا معهم إلى انتهاء اللي هو قد تصل إلى عشرين أو ثلاثين سنة وبندرس التغير في الماء الظاهرة اللي إحنا محل الدراسة إذن هذه الطريقة الطولية عينة صغيرة وتمتد إلى سنين طويلة تمام؟ هاي طبعا الطريقة بتكون نتائجها تقيقة لأنه وقت طويل وبتدرس اللي هو العينة منذ الصغر حتى الكبر لكن على الرغم من ذلك يصعب تعميم نتائجها لقلة الأفراد تبعهم العينة خمسة ممكن أي ظرف يكون أثر عليهم وبالتالي هم نقدرش نعمم النتيجة أيضا تحتاج إلى صبر ومزيد من الجهد طبعا ممكن واحد فيهم يموت ممكن واحد فيهم يتسرب يرفض أنه يستمر لأنه طول زمن ممكن واحد فيهم يسافر عشان هيك النتائج بتكون غير دقيقة وصعب أنه نعمم هاي النتائج فالطريقة المستعرضة عكس الطريقة الطولية العداد كبيرة جدا فئات عمرية مختلفة يقوم الباحث أو الباحثين أو الباحثون بدراسة النواحي النفسية لدى أفراد العينة بقارن هذه النواحي بين الفئات العمرية المختلفة مما يمكنهم من التوصل إلى نتائج الدراسة الطولية بوقت أقل يعني دراسة المستعرضة نتائجها تخرج أسرع من نتائج الدراسة الطولية لا نحتاج إلى سنوات الخطوات أصلا تقوم على تحديد الظاهرة بيضع الفروض بجمع البيانات بجري التطبيق بيعلن النتائج بعمم تلك النتائج على الحالات المشابهة كي تأخذ قوة القانون إذا أمكن تطبيقها في أزمنة وأمكنها مختلفة الفكرة من الطريقة المستعرضة هي عينة كبيرة وقت أقل جهد أقل لكن نقدر نعمم النتائج وبناء عليها ممكن نسن قوانين بالنتيجة هذه النتائج طبعا في العادة الطريقة الطولية أو الطريقة المستعرضة ممكن عادة ما تستخدم في دراسة الممو والتغيرات التي تطرأ على المظاهر المتعددة خلال المراحل العمرية المختلفة يعني هي بتدرس مدى الاختلاف ما بين الأفراد في المراحل العمرية المختلفة طريقة طولية تأخذ أفراد معينين وتستمر معهم عشرات السنين سنوات إنما الطريقة المستعرضة بتأخذ أكثر من فها أكثر من مرحلة ممكن طفولة ومراها قواعدة وبتدرسهم وتشوف كيف التغيرات اللي بتصير ما بين كل مرحلة ومرحلة وبالتالي بيخرجوا بين نتائجهم طبعا الطريقة المستعرضة باستخدم الملاحظة المقابلة دراسة الحالة الاستبعانة المقاييس اختبارات النفسية اختبارات العقلية اختبارات الشخصية المذكرات السجلات الوثائق وأيضا الأبحاث التجربية والوصفية والارتباطية ممكن تستخدم في الطريقة المستعرضة أغلب الدراسات والأبحاث اللي موجودة الآن أبحاث الدكتوراه والماجستير والدراسات اللي هو التجربية حتى تستخدم أو تكون تحت مظلة الطرق الطريقة العرضية أو المستعرضة طريقة العرضية أو المستعرضة المنهج الوصفي أهميته أهمية بارزة في بحث ودراسة علم النفس في علم النفس السلوكي قلنا علم النفس الأمريكي اللي هو مين من رواده وإذا بتذكروا قلنا واتسون والأمريكي وبافلوف الروسي وسكنر طبعا بتتم استخدام المنهج الوصفي في علم النفس السلوكي لأن مستخدم الملاحظة العلمية المنظمة أو العفوية أو العشوائية عشان بنراقب السلوك أو الظاهرة وبنعرف اللي هو معلومات عنها طيب المنهج الوصفي في علم النفس الاجتماعي أيضا يستخدم عشان نعمل مقارنات بين الظواهر والسلوكيات الاجتماعية وبين اللي هو طبقات المجتمع وبين المجتمع نفسه ومجتمعات أخرى وبندرس السلوك البشري في المجتمعات إذن مستفيد في المنهج الوصفي في دراسة علم النفس الاجتماعي أيضا في علم نفس النمو زي ما قلنا والارتقاء والطريقة الطولية والطريقة المستعرضة كيف ندرس فيها اللي هو المنهج الوصفي لأنه بدرس مراحل النمو المختلف والمراحل العمرية زي ما حكينا طيب المنهج الوصفي في علم النفس التجريبي القائم على التجربة بقوم علم النفس التجريبي على جراء التجارب النفسية للحصول على النظريات والقوانين من أهم الأدوات اللي يعتمد عليها المنهج التجريبي في جمع المعلومات هو المنهج الوصفي والملاحظة العلمية المنظمة أيضا في علم النفس التربوي يعاد علم النفس التربوي أيضا من أهم الفروع علم النفس ويستخدم المنهج الوصفي في العديد من إجراءات علم النفس الأداء اللي بيعتمد عليها الباحث العلمي أيضا في جمع الكثير من المعلومات ممكن اللي هو طبعا أدوات اللي تستخدم في المنهج الوصفي مثل الاستبانة والملاحظة والمقابلة اللي حكينا عنهم قبل ذلك طبعا المنهج الوصفي له دور كبير في علم النفس التربوي أيضا له دور كبير المنهج الوصفي في علم النفس الكلينيكي معروف علم النفس الكلينيكي هو العلم اللي بيهتم بالأمراض النفسية والعقلية وبهتم أيضا بتشخيصها وتفسيرها بالمناسبة اليوم يعني لابتعاد عن الوصمة لغوا حاجة اسمها الأمراض النفسية والعقلية واستبدلوا بدل منها اللي هو بالاضطرابات الاضطرابات النفسية والعقلية حتى يخرجوا من اللي هو موضوع الوصمة طبعا علم النفس العيادي يهتم بتشخيص وتفسير ووصف وتحليل وعلاج الاضطرابات النفسية والعقلية فممكن طبعا المنهج الوصفي يساعد بدرجة كبيرة في علم النفس العيادي حيث يعتمد عليه الباحث الذي هو وصف وتشخيص وتفسير وتحليل وقد يكون أيضا علاج الحالات حتى يتمكن طبعا من الوصول لنتائج أبحاثه العلمية في هذا المجال نكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء والمر القادم إن شاء الله راح نحكي عن المنهج التجريبي وخصائصه وراح نحكي عن المنهج الارتباطي ومميزات العيوب طبعا والمنهج الاكلينيكي أيضا والمزايا والعيوب وطريقة المقابلة الشخصية إن كان هناك وقت والطرق الأخرى وهو طرق مناهج البحث في علم النفس حتى ذلك الحين أرجو لكم التوفيق والسداد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته